الكابر عقب إن شاء الله فوزنا بالتنظيم إن شاء الله نفوزه بالألقاب يعني بعدنا رأوا في سنوات الإخرى على الألقاب بالنسبة للأهواس الوسطى والأصغر مصر سيطرة تامة بالطول والعرث خسرنا عديد الأدوار النهائية بعد ما كنا متقدمين ومتفوقين مش الفائدة باش ننظمه لأنه عهد التنظيم للتنظيم انتهى وولا يلزمنا نفوزه بالألقاب ويلزمنا نبنيه منتخب كرة يد قوي على الأقل ينسينا إن شاء الله والمنتخب إذا ينسينا في المهزنة بتاع النسخة الفارتة واللي كمنا فيها الرابعين لكن حبيت تعقيب صغير على سي كريم الهلالي وأنه قال علاقتنا طيبة جدا مع الاتحاد الإفريقي يعني قلوا ما نظنش كان العلاقة طيبة كان جانوا يحترمونها ما يعملوش اللي يعملوه في القرعة وأنه مصر لأول مرة هوتا ياوا معايا فنيين أول مرة بلد منظم في أي اختصاص ما يكونش في المجموعة الأولى إلا مصر كانت في المجموعة الثانية علاش لأنه من أجل أنه يكون الطريق معبد للمغرب باش يكون في الدورة النهائية ولا يلعب لا يزد تونس ولا يزد مصر في الدورة النهائية هي كمعاركة تكسير رؤوس وأيادي في النصف النهائية بين مصر وتونس ونلقاه والمغرب اللي هي ممثلة أحسن تمثيل في الاتحاد الإفريقي في الدورة النهائية وبالتالي أنا نقول علاقتنا مش باهية مدام ما يحترمونيش ما هيش علاقة باهية وما هيش جيدة مش أنه يعطينا الفتاة تنظيم كأس إفريقيا للأصغر وإلا للأواص بشير الضيونة لنحن أول حاجة ماذا بينا ننظموا ونهزوا الألقاب ولكن أيضا يزم الرجع الصورة الجيدة والرجع الهيمنة التونسية على مستوى التمثيلية التونسية في الهياكل الرياضية لأنه كما قلت كاريخين نجم ونرجع والكود يفور في المجموعة الأولى قطر في كاس إيسا في المجموعة الأولى في كرة ليات دي ما تعودنا المجموعة حتى في كرة القدم في المجموعة الأولى في بطولة العالم البلد المنظم يكون في المجموعة الأولى الاستثناء يأتي من مصر ومن الاتحاد الأفريقي لكرة وحكيت فيه البرحايدة ما عندكش شكون يمثلك في الاتحاد ما تنجمش علاقتنا به خطر عتاونا تنظيم كأس إفريقيا للأوسط والأصغر علاقتنا به علاقة ما لقاوش كون يمكن يلظم خطر ماستلسين متعودين ينظموا في السنوات الأغرب في المغرب المغرب والقابون ذوما السنوات الأخرى تقريبا نصوص بلدان يقاعدين ننظموا والا الكونجو رواندا تعطوا جاي رواندا يعطيك الساحة تجريم تكون علاقتنا به في الدميز من هالكين يرفعوهم ولي علاقتنا به إن شاء الله إن شاء الله